موسيقى صباح الخير للكل ولكل شخص بلش يتابع نهاره معنا أو بلش نهاره معنا بعالم صباح جديد وفقرات جديد اليوم الخميس 21 تشرين تاني 2015 السؤال اليوم اللي أنا طرحته على صفحة الفيسبوك الخاص بعالم الصباح هو إذا أنتوا من الأشخاص يلي ممكن إذا وصلتوا كتير تعبانين من الشغل مثل ما أنتوا بتناموا وبتيابكن وما لكم جالة تتغيروا شي يعني صايرة معكم شي مرة إذا مش كل مرة يعني أكيد صايرة معكم شي مرة وصلتوا من البيب عدتخدت لتاني نهار صايرة معكم؟ صايرة معكم صاير خير شاء صايرة معكم؟ صاير صاير لما استحي شكلها أنه تصبح معكل إنسان هذه الحقيقة فعلا! يعني أنتواصالي عن جد منهكة وعن جد ما انكن قادر ألا تتحمل ولات غير أطيابك ولا ولا أي شي ديركت أكثر من مرة أنا أكثر من مرة وكذا مرة أنا من الصراحة من الباحثة أهمش من كتير زمان مرة أنو بن باحثة أنه بتصير؟ إيه بتصير؟ خلا نشوف شو بتضمن حالة اليوم نرجع مكافة عالم الصباح بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن ريوة بتستقبل اتصالتكن وبتجاوب على أسئلتكن بعصحت السلامة شو لبسوا المشاهير بالأمريكان ميوزيك أوردز معلمة بشو فيه تصاميم عصرية ومميزة مع مارينا بفرق العالمة وقفة أسبوعية خاصة مع فيا جوينت الحق عامين الجواب مع تانيا بيخلينا نحكي أورشة ملح مع الشيف سليمان على وصفات جديدة وشهية كافييننا معكم عالم الصباح أكيد وكارمن دايما بأول فقرة من عالم الصباح رح تبديها معنا ونشوف حظوظنا لليوم بصبحكم بالخير اليوم الخميس 26 تشرين التاني نوفمبر اليوم الأمر موجود ببرش الجوزاء وتأثيرات الأمر البدر علينا كيف رح بتكون منبلش مع برش الحمل مولو برش الحمل تعتبر أن الأبراج اللي رح تنبسط وتفرح بوجود أو تحد تأثير هالأمر الفول مون الأجواء كتير حلوة بالنسبة لألك بتعطيك عزيمة قوية بتشجعك تواجه بتشجعك تحكي وبتشجعك أنك تتفلسف شوي المهم هيدا نهار ما بتهدى فيه 28-29-30 أدار مارس الأكثر حظا ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الأجواء اليوم بتشجعك لحتى تتابع أمورك بدك تكون موضوعي ومنطقي بدك فعلا تسير وتجامل لحتى تقدر تكتشف الحقيقة ويلي هي من خلالها رح تقدر توضح أمورك الأجواء جيدة ما تعتلهم لكن هناك بعض المصاريف بيبقى المولود الأكثر حظا 4-50 11-12-13 أيار مع يوم ننتقل لبرش الشاوساء بالنسبة لبرش الشاوساء أم باريح كان أقل أيام حظا اليوم هو ارتفاع عن هالستاندرد هيدا صار فيه تقدم صار فيه تحسن أهم شيء اليوم وبكرة تحت تأثير هالأمر البدر يلي مرة بالسنة بيكون ببرشك فيه نوع من أضواء كتير مهمة على مسألة ارتباط هالارتباط فيكون مهني فيكون اجتماعي أو فيكون عاطفي يبدو كأنه فيه كونترا فيه علاقة بدك أنت تطلع عليها يأما تبدأ علاقة يأما تاخد قرار أو خطوة تجاهها 27 إلى 29 أيار مايو بيضلوا الأقل حظا مننتقل لا برش السرطان مولو برش السرطان اليوم وبكرة هالأمر البدر بيخليك تشعر بيتعب بقلق بانزعاج بحزن أو بخيبة أمل ما بتحس أنه أنت عندك طاقة كبيرة تحس حالك الضعيف ضعيف بمعنى أنه مش أنك مسكين لا الضعيف جسديا بعد عن المنافسات كليا إذا عندك منافسة كومبيتيشن رياضية أو حتى يمكن مهنية مثلا أو أي شيء آخر بدك تنتبه لأنه أنت اليوم تفتقد إلى القوة إلى الحيوية وإلى المناعة الأقل حظا مولود حزيران يونيو ننتقل لا برش الأسد مولو برش الأسد نهاري كتير حلو تعتبر اليوم مولو برش الأسد من الأشخاص النشحين اللطفين الجذبين عندك كريس ما كتير حلوة وقادر أنك تلعب أوراق عديدة متنوعة فأوي قلبك ويكون جريء ما تخاف بيبقى 29 31 تموز 19 آب أغسطس الأكثر حظا منكمل مع برش العذراء مولو برش العذراء صار فيه اليوم شد حبال بمسألة مهنية اجتماعية ومسألة عائلة شخصية يا أما أنت تعبين ومريض يا أما بالبيت ما عادينك أو عنده متطلبات فيكون البيت المنزل العيلي ومن ناحية تانية أهم شيء أنه في عندك شغل في عندك امتحان في عندك درس في مسؤولية كبيرة ما تقدر تهمله في شد حبال المهم أنه أول شيء تهدئ عصابك تاني شيء تعمل واجباتك لذلك الأولويات مطلوبة جدا جدا منك انتبه 3031 آب أغسطس منكمل مع برش الميزان مولو برش الميزان نهار كتير حلو هذا نهار بخمسة نجوم من الأيام الحلوة كتير يلي بتخلي مولو برش الميزان يولع من الأشخاص اللي جذبين جدا بأفكارهم بنفسيتهم بيروحهم الحلوة بقدرتهم على طرح الأفكار تسويق الأفكار الدفاع عن أراء معينة اليوم نهار مميز جدا وإيجابي لكن ضلك حذر بعد عن السرعة المجازة في كليا 1-2 أكتوبر بيضلوا الأوفر حظا 12-13 أكتوبر منكمل مع برش العقرب مولود برش العقرب ما في مفر من أنك توكل شخص يتابع لك قضية ما في مفر من متابعة قضية سواء كنت أنت عم تتابعه شخصيا أو شخص آخر أنت موكله المهم في مسائل بدأ ملاحعة فيها تكون استشفائية تبه فيها تكون إدارية فيها تكون مصرفية فيها تكون عائلية وبالتالي مولود برش العقرب دقق بكل التفاصيل خاصة إذا شخص هو متابع لك القصة 6-7-8 نوفمبر الأكثر حظا منكمل مع برش القوس مولود برش القوس مرة بالسنة بيكون الأمر بدر ببيت العلاقات ببيت الأطراف الأخرى الأشخاص الآخرين ببيت الحبيب ببيت الزوج الشريك ببيت البص المسؤول عنك الأجواء فيها تكون متقلبة فيها تكون مستفزة لألك فيها تكون مزعجة هوني شاطرتك أنه ما تنزع هالعلاقة هوني شاطرتك إذا كنت شاطر معقولة تمضي عقد جديد الأقل حظا 28-30 نوفمبر ما تنزع بننتقل لأ برش القوس بالنسبة لأ برش القوس مثل ما قلتلك مباري نبحتك أنه اليوم هالأمر البدر موجود ببيت السادس لما بيكون الأمر موجود ببيت السادس هيدا معناتها في عنا شغلة كتير في عنا تعب وفي عنا عدم قدرة على مجارية الأمور وبالتالي معقولة أصر يخلص نهار وشو مخلص معقولة تكون تعبين صحيا ودك تابع الأمور بلش من الصبح بالأولويات نسق واج بيتك وحاول تاخد بريكات خلال النهار المهم عينك على الساعة الأقل حظا 4-6 كانونة 2 يناير نتبهوا على صحتكم وعلى شغلكون ننتقل لبرش الدلو مولو برش الدلو تعتبر من الأبراج الحلوة والمهضومة مثل برش الميزان أنت اليوم شخص كتير لامع أنت شخص اليوم منجم يعني نجمك كتير قوي ونجمك حلو في حزوز تقريبا كل شي بتعمله بيمشي حاله الجو فيه مصالحة في تسويات وفيه نجاحات ما تقعد مكتف إيديك على الإطلاق ما عندك عزر 8-9 شباط فبراير الأكثر حظا منكمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت يمكن يطمارض اليوم مولو برش الحوت خلص لا بده يروحها الشغل ما بده يشوف حدا بده يطفي السلولير بيطفيه بيخفيله صوته ما بده يشوف حدا ما بده يشتغل لا بده يعمل دفوع ولا شي يمكن تكون مريض يمكن معك حق يمكن تكون فعلا مريض يمكن تكون ضعيف نفسيا وبالتالي اليوم مولو برش الحوت بحاجة إلى حنان حنان إلى مدارات إلى غنج إلى دلال إلى اهتمام داوي حالك إذا ما حد عم يداويك اهتم بحالك أنت وما تعمل مشكلة بيكون أفضل الأقل حظة 26-27 الشباط اختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة هادي السنة بدك تنتبه لعلاقاتك لاستقرار علاقاتك لمستقبل علاقاتك هالعلاقات فيها تكون مهنية وفيها تكون اجتماعية وأهم شيء فيها تكون زوجية بدك تنتبه لأنه العلاقات بين هلالين في خطر بيبقى المولود الأشهر الأفضل بالنسبة للك هنه ديسمبر أبريل نيسان ثم أب أغسطس هادي كانت الأبراج لليوم أتمنى لكم نهار حلو إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي راح أقرأ شوية من الكومنس اللي بعدتولنا ياهن على صفحتنا هو سؤال اليوم إذا شي مرة رجعتوا من الشغل كتير تعبنين ونمتوا بتيبكون ورد وياسمين بيقولوا بتغزلوا فيه مرسي ربيح تانكس ورد ربيح بيقول بونجور لا صيرا كتير معي وصارت هاديك الأسبوع مريوما عالسولة بتقول صباح النور بارشا يعني كتير من تونس بنوجه تحية لتونس منار بتقول صباح الورد إيه حصلت كذا مرة معي وكتير كتتعبانة وأنا بيكل بنام آه بتنام هي مش بس أنه هي وعم بتاكل بتنام شافي عنا تحية من شاف عبدالله كمان بيسلم عليك وبيقول أكيد كمان صايرة معه على الكنابية وبيصبحنا بالخير وكي للمشاهدين فرح نتوقف هلأ ونحنا كمان من صبحك بالخير وبوصي كتير بمبيرة رح نتوقف مع فصل الأعلانة ومن بعدها من كف عالم الصباح وبتنضم لألنا روابع صحة السلامة وتستقبل اتصالتكم مباشرة على الهواء